أداب لبكنجا وصلت بئسة اللجنة الوطنية لهقوق الإنسان إلى قرية كورنغ لمتابعة الأحداث الأقيرة التي شهدتها القرية في القامس 10 والثادث عشر بمحافظة دوجي وذلك لمعرفة الحقائق والتأكد من سكان المنطقة أي سيستمع إليهم عن الأسباب التي عدت إلى الحادثة ألا حسب الشهود فقد أكدوا بدقول رجال مجهولية الحوية في القرية بالساعة الرابعة سباحا وتم حرق كثير من الأقواخ والدكاكين ونحبوا كل ما بداخله محافظ محافظة دوجي أمر علي أثمان ودح بالأحداث التي وقعت في القامس 10 والثادث عشر من شهر سبتمبر 2024 أما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لارمي لاغير أكد بأن هذه البيئسة تقوم بفتح التحقيق لكل من له يد في هذه الحادثة مشجعا السلطات المحلية بالالتزام والوقاية من عدد حماية السكان النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الانتقالي بين إيشيني طلبت من سكان المنطقة بالتكاتف والتعاون والعيش المشترك أما والي ولاية لغون الغربي إبراهيم بن عمر محمد صالح شجأ رجال الأسكريين بالمنطقة رغم الأحداث التي وقعت لم يكن فيها عضرار بشرية محزرا سكان المنطقة من التفرقة والأنصرية بين عطياف المجتمع مناشدا في الوقت نفسه الإحترام فيما بينهم وتقبل العقر من عجل العيش معا في بيئة واحدة بين المزارئين والرؤى موسيقى